التساع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جريناتشو موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة حيث قدم التهنئة للشعب المصري ورجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مناقشة مهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بالتعاون والتنصيق مع مؤسسات الدولة وفي إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة قام الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة ويرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع إكليل من الظهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة النصر وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري عريق وفاء لشهداء مصر الأبرار ثم قام الرئيس السيسي بوضع إكليلين من الظهور على قبري الرئيس الراحل محمد أنور السادات والزعيم جمال عبد الناصر وقرأ الفاتحة ترحما على روحهما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على المتابعة المستمرة لجهود الحكومة في التعامل مع تعدعيات الأزمة العالمية الحالية وخلال اجتماع لمتابعة جهود أجهزة الدولة في التعامل مع تدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية تم استعراض جهود تأمين احتياجات ومتطلبات المواطنين والتأكد من وجود أرصدة كافية وأمنة تغطي متطلبات الاستهلاك كما تم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار جهود توفير مدخلات الانتاج لعددنا من القطاعات الصناعية والانتاجية بما يضمن عدم توقف عجلة الانتاج قال الرئيس الأوكراني بلاديمير زلنيسكي أن جيش بلاده يواصل تقدمه ضد القوات الروسية الشرق وجنوب أوكرانيا وأضاف زلنيسكي أن الجيش الأوكراني حرر بلدات جديدة في عدد من المناطق مشيرا إلى أن القتال العنيف مستمر في عدة قطاعات من الجبهة أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيس بورن أن بلادها مستعدة للشتاء رغم نقص إمدادات الغاز في أوروبا إذا خفض السكان استهلاك الطاقة وقالت إليزابيس أمام البرلمان الفرنسي خلال جلسة مخصصة لمناقشة الأزمة الأوكرانية إن فرنسا ملأت تقريبا خزاناتها المخصصة للغاز وزادت القدرة الاستعابية للمحطات المشيدة في الموانئ لمعالجة الغاز الطبيعي المسال وكانت الحكومة الفرنسية كتحثت السكان على عدم استخدام التدفئة في منازلهم إلا إذا انخفضت الحرارة أقل من 19 درجة مئوية دعت السلطات اليابانية سكان منطقتين في شمال شرق البلاد للحذر من إطلاق بيونجيانج صاروخا باليستيا حلق فوق اليابان قبل أن يسقط في المعهد الهادئ ونشدت السلطات اليابانية السكان بالاحتماء تحت الأرض أو داخل المباني بعد إطلاق الصاروخ الباليستية من جانبها قالت رئاسة الأركان في سول إن بيونجيانج أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه الشرق من جانبه تعهد رئيس كوريا الجنوبية يونج سوكيول برد حازم بالتنصيق مع واشنطن على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا رجحت مديرة صندوق النقد الدولي كراستلينا جورجيفا دخول دول في حالة الركود العام المقبل وأوضحت جورجيفا أن الركود العالمي يمكن تجنبه إذا اتسمت السياسات المالية للحكومات بالاتصاقي مع تجديد السياسة النقدية وأضفت أن السياسات المالية لا يمكن أن تظل كما هي في ظل تجديد السياسات النقدية لأن أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة تضرب طبقات من المجتمعات بشكل عنيف نهاية موجز التاسعة نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخرية مصر بعد الفاصل